الكلمة هي الحقيقة في الكنيسة وليس في مؤتمر صحفية تحدث الآن نتنياهو في الكنيسة يكرر مرة أخرى ما كرره في السابق وكرره العديد من قادة دولة الاحتلال يقولون نحن بسدد تغيير كبير في المشهد في الشرق الأوسط هذا بيكرره نتنياهو الآن يقول أيضا بأن الهجوم على إيران كان واسعا ومن يصفهم بوكلاؤها فشلوا في صده يقول نتنياهو الذي يتحدث الآن كما ذكرنا في جلسة الكنيسة الإسرائيلي إذن نتنياهو يتحدث الآن في الكنيسة الإسرائيلي في الوقت الذي كما ذكرنا يتواصل فيه العضوان الإسرائيلي على لبنان وعلى قطع غزة وعلى مناطق مختلفة تحديدا في لبنان كنا نتابع صور من صور صور القصف الإسرائيلي وعمليات نصف ممنهجة لمناطق سكنية ولمباني سكنية كاملة في مدينة سور إذن نذكر بما قاله ويقوله الآن نتنياهو في كلمته أمام الكنيسة الإسرائيلي قال إن استراتيجية إسرائيل طويلة المدى تقوم على تدمير محور الشر الإيراني كما يصفه وقطع أذرعه وقال إنه لا تنازل عن هذا الهدف قال بأن إسرائيل تحاول فعل كل شيء لعادة المختطفين إلى بيوتهم غير أن الحقيقة ما يقوله المتابعون لمختلف جولات التفاوض بأن نتنياهو شخصيا هو من يعرق الوصول إلى صفقة ترجمة نانسي قنقر